يعني في حينها كان لنا حوار لكن أنا أستوضح من جنابك تعرف ربع الله ربع الله سامع بيهم تعرفهم شنو شعورك و أنت شفت بهذا اليوم ذاك أنت في بغداد أو خارجها أنه طلعوا و استعدادوا بهذا الشكل في بغداد و قبلها كان استعراض آخر بطريقة أو بأخرى شنو الانطباع اللي تولد عندك و كيف نظرت لهذه الخطوة للأسف يعني أني رجعت كان ندي أجازة في بريطانيا بعد زيارة البابا إلى الإراك و في رأيي زيارة البابا كانت ممتاز تاريخي و ممتاز لسمعة الإراك في الألم فبعدين كان ندي أجازة وأني رجعت وأني شفت مزاهرة ربع الله في شوارع بغداد في رأيي هذه المزاهرة كانت كارثة لسمة بغداد والإراك في الألم ما رح كن فيه استقرار أو ازدحار في الإراك طالما رح كن فيه فسائل المصالحة خارج سيطرة الدولة أنا أتمنى أن نحن ما رح نشوف نفس الشيء في المستقبل أنا تكلمت مع كل زؤمة الأحزاب السياسية عن هذا الموضوع وأني سمعت من كلهم أن ضروري و جوهري جداً أن الدولة رح كن عندها سيطرة على كل السلاح المنفلة في الإراك هل ما تسمعه من أقوال يتطابق مع الأفعال؟ يعني أنت تشعر أن كل ما تقوله القوى السياسية هو واقعي و صحيح لو ممكن أن يستخدموا وجهياً يعني ممكن يقولون شيء و يفعلون شيء آخر للأسف بجوز هذا السهية وهذا السهية مو بس في الإراك ما في بريطانيا و بلدان أخرى أيضاً هذا الحياة السياسية بس في لنا حياة التابق السياسية في الإراك عندهم فرصة كبيرة الآن للاستقرار و للأمن و للإزدحار لأن الإراك عنده موارد من النفط و من الجاس بس أيضاً موارد بشارية بشكل ممتاز ففي فرصة لتكدم في الإراك الآن خاصة بعد الانتصار الدوداش بس ما رح كون في تكدم ما رح كون في ازدهار أو أمن إذا رح كون في تعاطف أو دعم للفسائل المسلحة خارج سيطرة الدولة فلازم لكم في قرار من كبل التابق السياسية و من كبل كل الكتلة السياسية لتوفيق الدعم لجهود من كبل مصفى أكاديمي لتكوية مواسسات الدولة